أهلا بكم مشاهدينا مع موضوع حلقتنا لليوم دائما نسيما نلقى في بعض التصرفات في بعض الأحيان مع بعض الأشخاص اللي تكون مزعجة إلى حد ما ومن ضمن هذه التصرفات اللي هي الغيرة طبعا أكيد ونحن دائما نشوفه حتى من خلال تجاربنا أو التجارب الموجودة من قدامنا أو من أمامنا أنه دائما تلاقي الشعور الغيرة هذا يبان جدا على الشخص خاصة لما يكون هو مقرب من شخص ثاني وخش طرف ثالث بيناتهم أحيانا الاعتدال الملامح تتغير وأيضا يكون فيه نوع من الأنانية أو نوع من الغيرة على هذا الموضوع طيب ودائما نحن نلقو الغيرة مش نوع واحد الغيرة في العمل الغيرة في الحياة الغيرة بين أخوة بين الأطفال كيف أنه هو فيه ممكن طفل جديد أكيد سنتكلموا على تفاصيل هذا الموضوع مشاهدينا مع الأخصائية النفسية الأستاذ هلا هلال صباح الخير صباح 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 أو حتى أنه هو شائك يعني فيها عدة فروق صح طيب حنبدو في البداية الغيرة لحب الناس يشوفوا كل حد يعرف بالغيرة بطريقة هو أو يشوف الغيرة في صورة معينة اليوم لو عرفنا الغيرة حين هي الغيرة؟ الغيرة إذا نجردها من صورة أو من أشكال أو من التصرفات نحن نشوفها هي شيء طبيعي فطري يعني مولود مع الإنسان وشيء أساسي يعني لسلوكها هي شيء يدفع بالسلوك ولكن السلوك بقى هو مسؤولية المجتمع اللي بيتصرف الشكل الغلط يعني ملاقي الطفل لو ما بيشوف اللي حوالي عم يمشي وبيغار أنه يمشي ما حي يكون عنده دافع لأنه يمشي أو لأنه ليحكي بتلاقي يعني حاول ويبشر ورد يحاول فهي كلها جاي من غيرة إن هو بده يمشي مثلهم هو بده يصير كبير مثلهم تلاحظت بنت اللي صغيرة بتلك ايه بده يصير كبيرة مثلك فهي من شعور غيرة وحافظت هي نحافظ يعني غيرة حب في اللي ترجمها خوف في اللي ترجمها إنه نمش طايقك يعني أو نمش يعني فيه عدة نقوله اعتقادات لبعض الأشخاص لما نجون نشوف الأم يعني فيه ممكن الأم اللي يتغار حتى على صغارها فهي مجردة ممكن من عدة أشياء موجودة صحيح هو الغلط نحكم عن هي الغيرة بحد ذاتها مشاعر فنحنا الغلط نستنبت منها مشاعر كمان يعني إنه هو بيغار علي لأنه بيحبني فبالتالي هو بجوز يعصب عليها بجوز يضربة بجوز كذا فهي تبرر له إنه هو بيحبني لا هو بيغار عليكي هذا الشعور بحد ذاته بغض النظر شو الدافع الأساسي يعني ما منه نرجع لأصل الفعل مثل اللغة العربية يعني نرجع للجزر المشكلة لا هو هلأ غيران طريقته للتعبير عن الغيرة أو للتنفيس هذا الشعور هو مشاعر مثل غيرة بحاجة لتنفيس طريقة التنفيس فيها هي كانت غلط ما فينا نبررها يعني إذا كان شخص يعصي فهو غلط أنت ما لازم تعصي بيغار إذا شخص بيضرب إذا شخص بيتروك في أشخاص بيتروك العلاقة إنه أنا كتير بغير يعني هم عم بقدر إستمر معا فهذا كله مأمن ومبرر إنه هو الغيرة الغيرة الشي فطري مثل ما إنه طبيعي ولكن تصرفك لإله هو الغلاط طيب إحنا اتفقنا أو لو اتفقنا إنه إحنا الغيرة شي فطري وشي موجود في المجتمع وما نمشون نلاحظة لكن فيه فيه حاجتين فيه الغيرة على والغيرة من يعني فيه ناس ممكن أن ينغار منهم فيه ناس أن ينغار عليهم سؤال كتير مهم ما فيه غيرة على وغيرة من الغيرة هي خطبين غيرة على وغيرة من يعني أنا بغار أنا مرت عليها من مين هون صارت الخطبين هلا أنا يوم تجاهل المن واهتم بالعلى يعني أنا غيران على فلان غيران على أو مثلا خلنا ناخد الوظيفة مثلا تلاقي إذا شخص تكرم أو تكافأ أو كذا فأنا غيران منه نتيجة المنصب على المنصب فأنا بركز هدفي على اللي أنا غيران منه أنا بس على إله بقى هلا أنا شلون إذا غيران من مرتي أو عفوا على مرتي فأنا شلون بدي حافز عليها فأكيد مو بلعيات ولا بصريخ كل ما هي شيء مفروغ منه كل ما دايقت الطرف اللي أنا غيران عليه أو زعشت أو خنقته كل ما زادت نار الغيرة عندي زادت الدرجات عندي للغيرة ما نطفت أنا لأطفية لازم أحس إنه هذا الشخص هو بالديان هو اللي نتمسك فيه فأنا كيف أريد أن أحس هذا الأحزة ما أعطيته المودة والحب والدفق والعاطفة وإلى آخرهم فهي اللي بتطفي نار الغيرة بإنما ملاقي السلوك عكس نحن كمجتمع وتربية ربينا على العكس فهو بيعصى وبيخانق وإلى آخرهم بالمثال آخر اللي هو الوظيفة بتلاقيه خلص يتحسس منه وصار يكره ويشتغل ليحفر له نحن نحن نحكي بالسوري أو يوقعه أو كذا فكمان هاي ما حقق العلا اللي هي المكافأة أو هي الوظيفة أو المركبة اللي هو بديها ودمر شخص بالتالي العكسة على اللي هي السيئة أو الشيء ضل بهذه الدوانة وضلت الغيرة الغالية طيب لو فيه زي ما ذكرت أنت صنفتي فيه على وفيه من؟ وبالفعل يعني أنه لو فيه على وما فيه من؟ يعني أنت غاير على بس ما فيه من؟ إذا ما نقوله بالليبي ممكن فيه حاجة أصلا تغارع عليها مفيه من يتغارع عليه فهنا ممكن هل يتحول بالفعل إلى حاجة ممكن مرض نفسي ويحتاج أنه يستشير طبيب أو أنه يمشي لمختص أو أنها برضو حن نحطوها مع موضوع الفطرة إنها حاجة بالفطرة الآن مستحيل يكون فيه على ما فيه من أو فيه من ما فيه علق مستحيل هاي الفكرة هي الغيرة قطبين من وعلى مستحيل تلاقي بس ممكن كل المن غير مبررة بتلاقيها مثلا بغير عليك من أمك أنه ماتش بقى يعني مستحيل تكون هاد بيكون بقى هم مفهوم للحب هو الغيري هو ما عنده سبيل يعبر عنه للحب إلا الغيري فإنه أنا من الأغاني كمان اللي بتأثر إنه هو بغير عليها من أمه ومتيابه ومن الناس وهم يتأثروا بالشياء تماما هي هاي الأفكار السلبية بعنا غيرها بتلاقي كمان بالطرف الآخر بتلاقي البنت أحيانا إذا ما بيغار هو بتلاقيه متضايقة بتخترع مواقف عشان تخليه هو يغار كمان لأنه وفهومة للحب هي الغيرة إذا هو ما غار هي بتعتبر أنه هو بيحبها كمان اللي تثقه بالنفس فهذا بيسمى الإبتزاز العاطفي أنا يخترع موقف كرمان شوفه بضي غار أو خليه غار أو كذا فهي كل عبارة عن وفاهيم غلط يعني نحن لو نضل على فترتنا يعني كنا بألف نعم لو بسطنا الموضوع أكثر يعني أستاذ هالل لو خلينا الغيرة في خلينا نقوله في حصرناها في جزئية معينة كيف مفروض تكون الغيرة؟ الغيرة هي أنا مجرد ما شعرت تجاه هذا الشخص بالغيرة هلأ هي إلى أول مذهب خلينا نقول المعايير بتلاقي أحيانا هو نزعج ليش مرتب تسمت بوجه الشخص الفلان مثلا غار عليها هو بتلاقي هي بمعتقدة برأيها أنه هي عم تسمت صدقة أنه هي وشها بشوش أنه هي ما عندها أخرى أحيانا تكون هي زي ما تكرت قبل شوية أنه هي بتكون نهرتها باش يكون في راكشن فهي لها زي ما هي تفقع معايير أنه أنا مو بحب هيك أنا بحب هيك تلاقي حتى بالدين فيه أشخاص تقول لك لا المصافحة معلش والناس تقول لك مو معلش فهنا لازم تتفقع المعايير إذا كانت بين الزوجين الغيرة هاي المعايير بقول لنا أننا مو منحب نشوفها فتتفقوا عليها ومصار الأمر الجانب الآخر كمان أنا ما حط سوق الظن كمان هو من كتير شغلات يعني أحيانا تلاقي أنه حكت كلمة أنت أصدك يعني هي متحد حدا فهو بيبرر أنه هو أصده أنه أنا ماني مثله فهذا سوق الظن مصيبة مصيبة نفسية مصيبة على الأسرة كلها يعني أنا إذا يعني هي بتكون أصده شي محدد لأ أنت أصدك وعند النسوان لسا هي أكتر حقيقة أنه أنت حكيت على أختك إنه مميحة يعني أنا ماني مميحة هاي الفقرة من جاوة لا يوجدها ماحدة بيعرفية حطتها فهذا الحكي أنه سوق الظن المعايير لازم تكون متفقين عليها هون تبدأ نفهم مفهوم الغيرة ويوم نشعر بالغيرة نحنا نعرف ليش غيراني ومن مين غيراني على مين غيراني نحنا هون بقى نركز اهتمامنا كيفنا نتخلص من هذا الشهور شو أنا لازم حس حتى أرضي حالي أكيد أنا يوم دايقه وإزعجه وحس هو مطاق العيش معي ما حتنطفى غير الغيرة عندي بالعاكس يوم أنا أهتم فيه وأعطيه وحبه وحس إنه هو ما فينه يعيش بلايسار أو أنا صرت شي كتير جزء أساسي بحياته تنطفى هاي فأنا لازم اسعلى إليه لهذا الشي غيران عليه لأنه أنا أكيد هو ذو قيمي لأنه أنا غيران عليه فأنا أكيد اسعلى إليه أو إني أعطيه أكثر من وقتي وإهتمامي لأحصل عليه بالتالي هذا الشعور بروح طيب لو تكلمنا عليه خلينا نتكلمه على الغيرة اللي هي ممكن تكون موجودة بين أخوات بين صحبات إحنا فيه منطلق ماشينا عليه في الحياة إنه لطالما أنت صديقتي أو صحبتي أو قريبة مني أو أختي ما يفعش تغاري مني فعلى الرغم أننا فيه وجود غيرة فكيف أننا ممكن نتعامل مع حد معي وأنا قروحين أنا صديقتي وقريبة مني هلبة بس أنا زعجني فيها موضوع الغيرة أنها تغار من أبسط الأشياء فكيف نتعامل معها في الحالة هذه؟ إذا وصلت لألك شعور الغيرة أنه هي غيرانة منك فهون طلعنا من الغيرة الفطرية الطبيعية لأن أنا كشخص بغار منك أو أنه أنا حابك ومثلك فأنا بتلاقيني عم بسعى أو عم بسألك أنت وين تعلمت هذه اللغة أو كيف لأنه أنا اتطور وصير من أنا عم تعتبرتك مساخ أو قدوة بالتالي أنا عم غارة وأنت عم تنجحي فأنا عم بسعى لأنه ما في إنسان يتمنى أنه الشخص تاني يكون أفضل منه هذا كلام مثال وغير موجود أساساً في الأرض الواقع فأما إذا وصلت لك شعور غيرانة منك أو أنت صرت تخافي تحكي شيء قدامها لأنه هي عم تدايقك أو تتقلل من نجاحك كما أحيان بعد له هون صارت واحدة سلبية وصارت تعاد حتى أنه صديقة نحنا ذكرنا أنه الأصدقاء إلى معايير محددة اللي نحنا نختارهم فهي هون طلعت من هذا القائم أما للغيرة بين الأخوات فهي مسؤولية الأنباء وهي هون نحن أننا الغيرة فطرية ولكن سيديكياتنا الغلط شو ساوى سيديكياتنا الغلط إللال التربية الخاطئة أنا يوم شوف ابني غيران من أخوه وليس بقال أنت غيران منه لأنه أحسن منك إنت بحياتك لا تجيب علامة مثله فهون بالعكس فهون نزلوذ سلوك العدوان عنده ومقوم الغيرة الغلط أنا لازم أجي وقاله أنه أنت غيران ليش منه بيقال لأنه جاب علامات أكتر فأنت غيران لأنه ما عندك على ما تطلع بقى أخو من ساحة القتال أو العدائية فأنت شو لازم تعمل اللي يصير عندك فهون بيبدأ نحدد له مسار من غيرة وتحكم بمشاعره وبيصير بس يكبر من تلقائيا بدون ما يتعرض للموقف لأننا احنا تعرضنا طيب لو أختينا جزئية تانية أستاذ هلا الغيرة هل تعتبر جزء رئيسي في أن ينولد في داخلنا القلة الثقة والشك؟ لا أبداً هي شي محفز يعني ما إذا موجودة الغيرة لا هي لا مبتعتبه طيب الفرق بين كل لأشخاص اللي بيطلبوا الغيرة من الطرف الآخر إن كان الرجل أو كذا فهو بده مرتض غار عليه لهو يحس أنه هو يعني موضع اهتمام فهون هون مؤشر إلى إلا تثقة والعاكس الصحيح المرأة اللي بتطلب أو تحط مواقف لأنه زوجة غار عليها فهي أكيد إلا تثقة بنفسها لأنه هي حاسة ممكن أنه ما بتستاهل هذا الشخص في يوم يغار عليها بأثبت لأنه هو بحبه معناته هي كثير حدا مهم طيب يا تبري يعني مربوط ببعض الموضوع برد مربوط ولكن يوم أنا أطلبه أو أنا أحس أنه ناقصني شيء إذا ما بغار عليه هذا الشخص أو أنا بحس أنه يحبني إلا يغار عليه أبداً يوم حاسة أنه هذا ناقص عندي فهون صار إلا تثقة بالنفس مع أنه في ناس ممكن أستاذة هالا عدنا على المقاطع أنه في ناس تاخد فيها يعني في ناس واعية وتاخد الموضوع هذا تقول لك بالعكس يعني ممكن نلقوا حوار بين أي يعني زوز أو ثلاثة متجاوزات وتحكي فتقول أنا مبسوطة أنني مواطق فيها يعني في ناس تاخدها من منطلق الثقة في ناس تقعد لأ يعني زي ما نقول حني تقعد لأ أنت هذا كيف ما يغارش وكيف وفي لي تنزعج أحبت الإحتمال برضو وممكن كل الأمور هذي يرتفع ببعض دائما خاصة من النساء أنه يعني ما مش من تنبيحي لا إهتمام بعيد شفين إهتمام مفروغ منه لازم يكون موجود يعني إهتمام مربوط ببعض أهتمام غيرة شك للثقة هذه الأشياء دائما مربوطة تبعي خاصة في العلاقات سواء كانت الزوجية أو إعتذال اللي ذكرته أنه فين أشخاص بتلك لا هو واثق فيه ما بغار فيه هي واثقة من نفسه هي أساسا أما الشخص الآخر اللي نحن نحكي له هو الشخص الغير واثق من نفسه اللي بده الغيره من الطرف الآخر ليحس حاله أنه حلو أو ليحس حاله أنه هو موضع اهتمام أو أنه هو العالة عم تطلع عليها فبالتالي هو غار عليها أو العكس يعني فهون هو عم عنده ثقة بنفسه أما الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه الزوجة ما بغار بتلاقي بلايس تلاقي مرتاحة أنه أنا واثق فيه وأنا واثقة فيه مع أنه هي الغيرة مع أنه على الرغم أنه لو كان فيه مواقف وهما كانوا مع بعض كانت حتكون فيه غيرة واضحة يعني من الطرف الثاني لا فيه أشخاص ما بتعبر يعني تلاقي غيران نحن قلنا فيه أشخاص بتنفذ غلط عنده سلوك غلط أنا بتعصبه وتكسر الدنيا وكتير بي أوفير بالوضع فيه أشخاص ما بتعبر يعني تلاقي داية وهيك وخلصة بمخوة لأنه بسيطة وبدي مرأة يعني عادة ما رح أعمل قصة فهي بتظنه أنه هون بغار أبدا يعني هون بقى المشكلة يعني هو ما بيعبر بيأجل على القصة وما بحس أنه زو قيمة إذن الموضوع أكبر وممكن نتناقش فيه حتى في حلقة الثانية يعطي ذلك نعم أستاذ هلال كنت معنا شكرا لك شكرا لك